الأسلوب أو المدخل الثاني هو الإدارة بالأهداف Management by Objective ظهرت الأسلوب في سبعينيات القرن الماضي وهو نظام إداري يسمح للمرؤوسين بالمشاركة مع الرؤساء في تحديد الأهداف والإدارة بالأهداف نظام إداري يسمح باشتراك المرؤوسين مع الرؤساء في الأهداف والنتائج المتوقعة التي ينبغ الوصول إليها ومناطق المسؤولين الرئيسية لكلفة ووضع معايير يمكن بواسطتها تقييم فعالية تحقيق هذه الأهداف استخدم هذا الأسلوب أو المدخل الإدارة بالأهداف في الإشراف التربوي وفي الإدارة المدرسية وفي الإدارة التعليمية وأثبت نقاحات إيجابية في المؤسسات التي طبقت مثل هذا الأسلوب النقطة الثانية مبادئ الإدارة بالأهداف هناك مبدأين للإدارة بالأهداف وهي مشتقة من طبيعة الأسلوب نفسه المبدأ الأول ويتمثل بمبدأ المشاركة بمعنى المشاركة بين الرئيس والمرؤوس في تحديد الأهداف المرؤوب تحقيقها فتكون هناك مشاركة في الإدارة المدرسة بين مدير المدرسة وبين المعلمين وفي الإدارة الصفية بين المعلم والطالب في تحقيق الأهداف وفي الإدارة بالإشراف التربوي يكون هناك مشاركة في تحديد أهداف الإشراف بين المشرف التربوي وبين المعلم المبدأ الثاني له علاقة لمبدأ تحديد الأهداف المشاركة في وضع هذه الأهداف ويتم التركيز على الأهداف والنتائج المتوقعة وقع الأهداف المنظمة وأهداف العمل هي أهداف للعاملين وبالعكس أيضا مراحل تطبيق الإدارة بالأهداف تقد عدة مراحل تطبيق الإدارة بالأهداف حقيقة هنا خمس مراحل وعندما نقول مراحل ينبغي عليك من الطالب أن تتناول أو تتفهم هذه المراحل بالترتيب لأنها تتم في سياق معين فعندما نقول مراحل يعني ينبغي على الطالب أن يستعب هذه المراحل بترتيب معين ويفهمها وفق السياق التطبيق أو وفق المراحل لهذا الأسلوب المرحلة الأولى وتمثل في وضع الأهداف العامة في هذه المرحلة يتم وضع الأهداف والتوجهات العامة التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها وتشكل المصدر الرئيسي للأهداف القصير في المرحلة الثانية يتم تقويم الإمكانيات المادية والبشرية للمدرسة في ضوء الأهداف التي تم وضعها في المرحلة الأولى يتم تقييم الإمكانيات المادية والبشرية للمدرسة وإلى أي مدى هذه الإمكانيات المادية من غرف صفية ومعامل وتجيزات ووسائل وتقنيات والخبرات المشارية للمدرسة بمعنى التخصصات المتاحة للمدرسة ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف العامة التي وضعت في المرحلة الأولى في المرحلة الثالثة يتم اشتقاق الأهداف الفرعية من الأهداف العامة التي تم وضعها في المرحلة الأولى وتحديد هذه الأهداف الفرعية يكون بتعاون المدير مع المعلمين على اشتقاق أهداف جزئية من الأهداف العامة فأهداف المرحلة التعليمية هي أهداف عامة والأهداف الجزئية هي أهداف تخصصية على مستوى التخصص الواحد ويمكن يتم تجزية هذه الأهداف المشتقة أيضا إلى أهداف قصيرة المدى سهلة التنفيذ وواضحة ومحددة وفي رطاق قدرة الأفراد القسمانية والدهنية والإمكانية المادية حتى يؤدي تحقيقها إلى تحفيز الفرد لمزيد من الإنجاز في المرحلة الرابعة يتم توزيع المهام والصلاحيات لاحظوا أنه في المرحلة الأولية تم بضع الأهداف العامة وهذاف التي تتحقق على مستوى المدرسة في المرحلة الثالثة تم اشتقاق الأهداف الفرعية من الأهداف العامة وتم اشتقاقها على مستوى التخصص في إطار كل تخصص يتم توزيع المهام والصلاحيات في إطار التخصص الواحد يضع مدين المدرسة النظام والإقراعات المناسبة وتزيع السلطات والمسؤوليات بين المعلمين والعاملين في المدرسة ويتم تحديد كل دور كل معلم في تنفيذ هذه الأهداف ويعرف جميع المعلمين دوره كل منهم في تحقيق هذه الأهداف حيث أن تحديد الأدور في هذه المرحلة يجعل هناك فرصة أمام المشاركين لتحمل مسؤولياتهم ويفضل أن يتم تسجيل الواقبات والمسؤوليات لكل معلم أو كل جماعة من المعلمين في سياق التخصص في سجل معين الخطوة الخامسة هي مرحلة التنفيذ بعد أن قد وضعنا الأهداف العامة في المرحلة الأولى بعد أن قد تأكدنا من مدى إمكانية الموارد المادي والخبرات البشري وقدرتها على تحقيق هذه الأهداف اشتقلنا من الأهداف العامة أهداف فرعية ووزعنا المهم على مستوى الأفراد تأتي مرحلة التنفيذ في مرحلة التنفيذ معنى أن نضع خطة العمل وموضع التنفيذ بحيث يلتزم كل الطرف بالواقبات والمسؤولات المحددة له إلى غانب تحديد الإقراءات الواقب اتباعها لتأمين الموارد لقيام بالنشاطات لتحقيق النتائج المتوقعة خلال الفترة الزمنية المحددة ففيه هدف تحقق علمه بالنسبة للمعلم على مستوى الحصة وهدف تحقق على مستوى الأسبوع وعلى مستوى الشهر وعلى مستوى الفاصل الدراسي الواحد آخر مرحلة من مراحل تطبيق الإدارة بالأهداف هي مرحلة التقويم وهي طالما في البداية وضعنا أهداف إذن ينبغي أن تكون هناك مرحلة تقيم وتتأكد إلى أي مدى نحن حققنا الأهداف في مرحلة التقويم يتم تقويم الإنجاز ومدى تحقيق الأهداف التي تم وضعها في المراحل السابقة وبعد إنجاز المهمة ينبغي أن يكون التقويم قياسا للإنجاز ومؤشر لمدى تحقق هذا الهدف وبالتالي نحصل من مرحلة التقويم على التقويم الراجعة التي تعبر عن مدى سير العمل ومدى اقترابنا من الأهداف التي حددناها في البداية هناك مخطط في الكتاب يعبر بشكل بسيط وموضح كيفية تطبيق مراحل الإدارة بالأهداف سننتقل بعدا إلى عنصر أساسي يتمثل بمميزات استخدام الإدارة بالأهداف توجد حوالي عشر مميزات في الكتاب المقرر لها علاقة باستخدام الإدارة بالأهداف أول ميزة تتمثل برفع مستوى الأداء للفرد ومشاركة بوضع الأهداف وهذه يعني ميزة حقيقية بالفعل عندما تتم المشاركة بين المسؤول وبين المنظف بين المدير وبين المعلم والطالب وبين المشرف والمعلم يرتفع مستوى الأداء لأنه كل طرف من الأطراف يعرف ما الأشياء التي ستنقز يعني الأهداف توضع بشكل منقزات أو بشكل نواتق فكل الطرفين يعني يكون على معرفة ودراية من البداية ما النواتق ما الأهداف ما المنقزات التي سيتم تحقيقها في الميزة الثانية التنسيق من خلال التكامل بين أنشيطات المؤسسة على سبيل المثال لاحظ أن أهداف المرحلة التعليمية لا يمكن تتحقق من خلال شخص واحد وإنما تتحقق من خلال عدة تخصصات وفي كل تخصص في عدة معلمين وبالتالي مسألة التكامل والتنسيق مسألة مهمة جدا وبالتالي تتحقق الأهداف على مستوى الحصة وعلى مستوى الصف وعلى مستوى التخصص وبعدا على مستوى كل التخصصات وهي تظهر في المتعلم بما يحمله من خصائص ومعارف وكيف تتكامل هذه المعارف والخبرات والسلوكيات والقيامة التي يتعلمها من خلال المخرج من المرحلة التعليمية الميزة الثالثة ولها علاقة بالمرونة من خلال بعض خطط بديلة للمشاكل عندما نضع خطط يعني نضع أفضل الظروف ونضع توقعات وتنبؤات للمعيقات التي ممكن أن توقع هذه الخطة لكن في شغلات كثيرة ممكن توقعنا عندما ننفذ على أرض الواقع وبالتالي ينبغي أن تكون هذه الخطة مرنة بحيث أنه ممكن أن نعدل في الأهداف ممكن تتحلنا فرصة أن نغير في الأساليب ممكن تعطينا فرصة أن نغير في الأدوات وممكن أن تأعطينا فرصة إلى أساليب وأدوات بديلة تحدون حصول أي عقات أو مشاكل على أرض الواقع الميزة الرابعة لها علاقة بوضوح الأهداف لجميع العالمية ينبغي أن تكون الأهداف واضحة ومحددة وأن تكون معروفة للجميع لاحظ أنه أهداف المرحلة الابتدائية يشترك فيها الجميع في تحقيق وينبغي أن تكون هذه الأهداف واضحة لكل من تسبب العالم المدرس وكل واحد في هذا العمل المدرسي ينبغي أن يفهم دوره في العمل التربوي والمدرسي على أساس يحقق الأهداف المنشودة فمسألة وضوح الأهداف من المسائل المهمة وطالما يتم الحديث عن الأهداف في بداية العمل أو قبل تنفيذ العمل فتكون الأهداف واضحة بالنسبة للطرفين للمسؤول والمنافذ لمدير المدرسة والمعلمين للمشرف التربوي والمعلم للمعلم والطالب أيضاً في الخطوة الخامسة تفويض السلطة وتحديد المسؤولات أهداف المدرسة مسؤولية مدير المدرسة أن يسعى لتحقيق هذه الأهداف وهو المسؤول الأول داخل المدرسة وهو لا يتم تحقيقها من قبل المدير واحد وإنما يتم من خلال المدير وكلاه والعاملين في المدرسة يعني أسرة المدرسة فهو تفويض للأطراف الآخرين بتحقيق هذه الأهداف وبالتالي كثير من الصلاحيات التي يفترض أن تكون للمدير يتم تفويضها للمستوى الثاني النقطة الميزة الواقعية في وضع الأهداف فيه هدف السابع الرقابة وقياس الأداء ونبغي أن نقويس مدى التقدم في تحقيق هذه الهداف والميزة الثامنة المشاركة في الإدارة خفض المفاكات وقبول المسؤول للنتائج آخر ميزة هي تحسين العلاقات الوظيفة حيث يصبح الموظف أكثر استقلالية وحرية في اتخاذ القرارة ترجمة نانسي قنقر